نعم بالفعل منذ صباح هذا اليوم شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة من عمليات القصف العنيف على منازل المواطنين وعلى المواطنين المارة في شوارع شمال قطاع غزة بمختلف الاحياء السكنية بالإضافة إلى مراكز الايواء التي تتعرض في هذه اللحظات إلى عمليات قصف من بينها مركز اليمن السعيد وهي مستشفى يعني يضم آلاف النازحين في وسط مخيم جباليا تحديدا في شرع الهوجة هذا الاستهداف جاء على أوطال حيام النازحين في داخل ساحة المستشفى والتي أدت إلى رفضاء عدد من الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة لم تكشف المصادر الطبية عن عدد لحصيلة هذه الشهداء كون أن الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني توجهت إلى المكان لانتشال الشهداء ونقل المصابين إلى مستشفى كمال عدوان كونه المستشفى الذي يقدمت خدمة الطبية في ظل عملية الحصار المحكم التي يتعرض له شمال قطاع غزة كان في صباح هذا اليوم عملية استهداف للمواطنين الذين أيضا حاولوا الخروج من المنفذ الوحيد الذي تبقى أمامهم في ظل عملية الحصار وعملية التوغل لآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمرحزة في المناطق الشرقية والمناطق الغربية لشمال قطاع غزة وهو منفذ دوار أبو الشرخ كما يعرف في تلك المنطقة وهو يقع غرب مخيم جباليا لكن ما ساعات الليل كان هناك تقدم لآليات الاحتلال الإسرائيلي تجاه هذا الدوار وقامت الوضع سواء ترامية أو ترابية في تلك المنطقة وذلك في محاولة لعرقلة حركة النازحين ومنعهم من الخروج من شمال قطاع غزة ولا تجديد عملية الحصار عليهم نحن نتحدث عن هذه العمليات الاستهداف المتواصلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل أزمات عديدة تعصف في حالة المواطنين في شمال القطاع كون أن الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر منذ بدء العدوان على شمال قطاع غزة وعلى منطقة جبالية بالتحريد أي منذ خمسة أيام على التوالي حتى هو الاحتلال ما زال يلقي للمرة الثالثة منشير وأوامر إخلاء تطالب المواطنين بإخلاء شمال قطاع غزة وتوجه إلى جنوب القطاع من خلال توفير مسارات إنسانية كما يدعي الاحتلال لكن الحقيقة أن جميع المناطق باتت أرضى للاستهداف وجميع المناطق اليوم باتت خضيرة وبالتالي نحن نتلقى على مدار الساعة مناشدات من قبل المواطنين في المناطق الغربية لشمال قطاع غزة وتحديدا بلد بيتلاهي ومنطقة بئر النعجة هناك عملية حصار من قبل آليات الاحتلال ومن قبل أيضا الطيران المسير الذي يطلق النار على المواطنين الذين يحاولون الفروج من منازلهم واللجوء إلى مناطق آمنة لكن للأسف لا يوجد أي مكان آمن في شمال قطاع غزة وكانت مناقصة سرحات رسمية وأممية أكدت على أن المواطنون في شمال قطاع غزة والنازحون على وجه التحديد الذين مازالوا متشبثون في مراكز الإيوار لا يوجد لديهم البديل في ظل اجتداد عمليات القصف المدفعي التي طالت منازل المواطنين حتى هذه اللحظة تتحدث عن أكثر من مائة شهيد منذ بدء العدوان على منطقة شمال قطاع غزة أي منذ خمسة أيام وذلك وفق مصادر طبية كشفت عن هذه الأعداد قبل قليل في وزارة الصحة في شمال قطاع غزة أشكرك من المستشفى المعمداني حمزة حمد مراسل ألغت شكرا جزيلا لك